واجبر دليل على كده ولو الفار معطل لازم حكم المباراة يستدعي كابتن الاهلي وكابتن البنك الاهلي يقول له ان الفار معطل اسنان المباراة واجبر دليل ان الفار مكانش معطل بعد لعبة حسسن الشحات بالزبط باربع دقيقة كان فيه هدف تعادل لفري البنك الاهلي ولفار هنا تدخل ورسم خطوط التسلل فده اكبر دليل ان الفار لم يعطل وبالتالي ما فيش اي كلام صحيح بخصوص ان الفار كان معطل الفار كان بيعمل طوال المباراة ولكن في اللعبة دي تحديداً حصل تشريك على حاجة واحدة بس الحنفي راجع في لمسة يده لو ما فيش لمسة يد فشاف ان ما فيش لمسة يد ودي في حد ذاتها كوميديا يعني الكابتن محمد الحنفي ما يزعلش مني دي كوميديا لان بعدها لما تقال له طب انت شايكت على لمسة اليد بشكل كويس فهو اثناء المباروية بتتلاقي شايكه على اللعبة وشايكه على التسلل لما تقال له طب انت شايكت على التسلل قال له ما شايكتش وكل ده ولماتش شغال ده اسمه تهريج وفكرة ان لجنة الحكام ما تعملش تدريبات عملية للحكام على الحاجات اللي زي دي ده اسمه زار وفكرة ان الحكام الدوليين اللي راجعين من كاسر قومة في منهم اتنين تلاتة عادين في البيت بقالوا مقتل من شهر ونص ده مش اسمه زار ده اسمه ان في التحاد القرف غيبوبة ما يعرفش اللي بيحصل لكاتنوسامة فيه اربعة من الحكام الدوليين البروفيشنال والاليت ايه والاليت بيه عادين في البيت من بعد ما راجعهم من كوديفور ما خدوش مباراة واحدة لا التعينات من المسؤول عنها الاختيارات من المسؤول عنها المشكلة اللي بين بيريرا ومحمد الحنف اللي اتعاملت في نادي النص من المسؤول عن تعيين الحنف في التوقيت ده في المباراة دي هل فيه تكسير اعظام داخل اللجنة مع مجلس دارة اتحاد القرى هل فيه مشكلة ما بين اعضاء اللجنة مع اعضاء اتحاد القرى بعد سفريت السعودية محاج السافر طيب اكيد خلينا عشان محتاجين نطلع فاصل من ضمن الكواليس بكرة هيكون فيه اجتماع مهم بيريرا مع لجنة الحكام وانا بقول لحضراتكو هتكون فيه بكرة بعد الكرارات المهمة جدا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نستقبل زملتنا مريم سميح عشان نعرف منها اخر الاخبار